موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا ومشاهدين في كل مكان ماذا يحتاج علمنا في هذا اليوم؟ أحبائي إحنا عايشين في فترة زمنية صعبة جداً فالعالم كله يصارع ويئن ويتمخض وكل الظروف الصعبة في كل مكان لكن خليني أبتدي في البداية بحب أقول لأحبائنا وشعبنا في لبنان أنتوا بفكرنا، أنتوا في محبتنا، وأنتوا في صلواتنا أيضاً الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والأمور يعني من سيء إلى أسوأ والوضع بشكل عام كله عم بيتدهور إلى حفة الهاوية فنحن في البداية نريد أن نعزي كل الأهالي اللي فقدوا أحباء غاليين على قلوبهم وطبعاً في بداية الحلقة أريد أن أقول طبعاً الدنيا قايمة قاعدة في الشرق الأوسط وكأنه الناس فقدت الرجاء ومش عارفين إيه اللي رح يصير، شو الوضع اللي رح يكون في الشرق الأوسط فالعالم على وشك حرب كبيرة حرب ممكن تكون حرب عالمية تالتي ولسيما الوضع في الشرق الأوسط منها إيران وحرب أوكرانيا مع روسيا وطبعاً الوضع في أمريكا وهكذا في كل مكان العالم يتدهور ويسير من سيء إلى أسوأ طبعاً إحنا عم نراقب اللي صار في بلادنا الأراضي المقدسة شفنا في 7 أكتوبر كيف حماس دخلوا وقتلوا أكثر من 1200 شخص معظمهم أبرياء طبعاً منهم أطفال ونساء وطبعاً كان ظرف صعب جداً جداً من ناحية أخرى شفنا إسرائيل دخلت الحرب في غزة ضد حماس وطبعاً معظم غزة مهدومة حالياً يعني معظم الأبنية وكل البنية التحتية في غزة مهدومة عدا أنه أكثر من 40 ألف شخص مات الأغلبية منهم النساء والأطفال ويكاد الناس أنه تعيش يعني حتى الوجبة مش عم بيجدوها وطبعاً الحرب الدائرة كمان في الضفة ممكن إحنا كتير مرات بننسى وضع الضفة يومياً في قتل ويومياً في أمور عم تحدث في البلاد من ناحية أخرى طبعاً الحرب في الشمال مع حزب الله عندك أكثر من 70 ألف نازح من إسرائيل اللي حالياً هم ساكنين في منتصف البلاد معظمهم في الفنادق ومش عم إلهم من أكتوبر مش عم بيرجعوا إلى أماكنهم وطبعاً الحرب حالياً الطيران اللي عم بيدرب في لبنان وفي نفس الوقت طبعاً أمطار من الصواريخ اللي عم تنزل ومعظمها على فكرة في الجليل المنطقة اللي أجيت منها أنا بشكل متواصل عم بتواصل مع أهلي وبتواصل مع أحبائنا ولكن الشيء الجميل إنه كل الكنيس في لبنان في فلسطين في إسرائيل في الأردن كل المناطق المحيطة عم تعمل اجتماعات صلاة عم بتصلي من أجل الوضع السياسي والوضع الاقتصادي وإنه الرب فعلاً يوقف في هذه الحرب وصلنا إلى حالة كراهية ما إلها شفاء إلا حاجتنا للرب يسوع المسيح بالمقابل كتير من الناس الغاليين على قلب الرب في الجنوب لبنان اللي عم بينزحوا طبعاً إلى المناطق الشمالية ومعظم المدارس في منطقة بيروت وما بعد بيروت كلها فتحت الأبواب لكل المهجرين من جنوب لبنان عاد عن الكنيس والمساجد كلها عم تشتغل مع بعض حتى تقاوي كل المتألمين والمتضررين بسبب هذه الحرب فطبعاً الناس عم تفقد الرجاء في حالة يائسة وحالة بائسة حالة تدهور في كل مكان واليوم أنا بدي أركز على أنه طب إيه العالم محتاج في وسط كل هذه الظروف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر وحدة من الأسئلة اللي دايماً بواجهها كشخص مولود في الأرض المقدسة مولود في الناصرة البلد اللي أنا عايش فيها كل حياتي أو أغلب عمري قانا الجليل وطبعاً هذه المناطق كلها مناطق كتابية وين المسيح سكن في الناصرة وين المسيح صنع المعجزة الأولى في قانا الجليل والمنطقة كلها حول يعني منطقتنا قريبة من بحر طبرية أو بحر الجليل وين المسيح سكن فترة زمنية علم أجمل التعليم صنع الآيات والقوات والمعجزات الخارقة حول بحيرة طبرية وشيء مؤسف أن نشوف هذه البلاد اللي دخلها رئيس السلام بلاد الأنبياء بلاد الرسل بلاد الكنيسة الأولى التي نشرت رسالة المسيح رسالة السلام، رسالة المحبة، رسالة المسامحة، رسالة الغفران إلى كل الأرض هي البلاد التي تتألم بسبب الحروب والكرهية والنزاعات الكثيرة وعلى فكرة يعني كل المنطقة متدهورة سواء كان الوضع بفلسطين في الضفة الغربية سواء الوضع السيء جدا في قطاع غزة سواء الوضع المتدهور في إسرائيل سواء الوضع طبعا الصعب والمؤلم جدا في لبنان ولا ننسى طبعا المدن القريبة المحيطة مثل سوريا والأردن حاول هذه المنطقة ولكن في مناطق اللي يمكن إحنا ما بنسمع عنها في الأخبار مثل الحرب الدائرة في السودان والجرائم والقتل اللي عم بيسير أو بيتم في السودان عدا عن نيجيريا الخطف المسيحيين والحوثيين ومناطق عديدة في منطقة الشرق الأوسط فدايما أسأل هذا السؤال أنت بأي جانب؟ أنت بأي صف؟ طبعا أنا كمسيحي أريد أن أتشبه بشخص الرب يسوع المسيح فدايما جوابي أنا يعني بشكل عام بيسألوني في الغرب أنا بحكي لهم أنه أنا أنا مع الرب وفي صف الرب وأيضا أنا مع الناس مع الإنسانية مش ضد أي شخص يعني أنا مع بهذا معناته يعني أنا ضد الشخص الآخر فالعالم كله واقع تحت الخطية نظام هذا العالم يسمي الكتابة نظام شرير وفاسد فأنا شخصيا أنا مع الإنسان والإنسانية أنا بفكر في احتياجات الناس بفكر في الأمهات وبفكر في الأطفال وبفكر في الأبرياء اللي عم بتموت ضحايا بسبب قيادات سياسية بسبب قيادات دينية ويعني بالأفق كأنه ما فيش نهاية لهذا الموضوع أنا بحب الكل بحب الجميع أنا بصلي من أجل الجميع وأنا بصلي أن الجميع يعرف يسوع المسيح أوليس عجبا رئيس السلام مرفوض من الشعب سواء اليهودي أو الإسلامي أو حتى المسيح العلماني كلهم يقولون أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فأنا في صف الرب وفي جانب الرب وفي تخطيط ومعاملات الله ولكن من ناحية تانية أنا مع الكل أنا بـ يعني أتقلم مع المتألمين يعني سواء فلسطينيين أو يهود يعني لما بتشوف شباب كمان يهود عم بتموت الان بتربيه 18 أو 19 سنة وبروح يقتل مثلا وكم من الألام والدم واللعن اللي حلت في أرضنا تحتاج أرضنا إلى إبراء فأنا شخصيا مع الرب وفي صف الرب وأصلي أن الله يعرف في بلادنا وفي مناطقنا طبعا كوني أن أقول هذا الشيء خلينا ننتبه لشيء مهم جدا في سفر المزامير الإصحاح الأول أو آسف الإصحاح الثاني في الآية الأولى مكتوب لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم بعدين بيقول في آية 12 أو آية 11 أعبد الرب بخوف واهتفوا برعدة قبلوا الإبنة لأن لا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه طوبة لجميع المتوكلين عليه إخوتي وأخواتي الكتاب المقدس هو كتاب الله كلمة الله الحية الموحى بها الصادقة الغير متغيرة ولا تستطيع أي يد بشر أن تعبث بها لأنه كلام الله وكل من لا يؤمن بهذا الشيء فهو محروم من نعمة الرب أحبائي الكتاب المقدس كتاب واضح من بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ وإلى يومنا هذا عم نشوف التسلسل في الأحداث تتم بطريقة متناصقة متناغمة بسلطان إلهي وسيادة إلهية لأنه مكتوب أنه الله ساهر على كلمته ليجريها وأنه لا تسقط كلمة واحدة من كلام الرب ولا يسقط حرف أو نقطة واحدة من المكتوب كما قال يسوع المسيح اسمعوا إخوتي وأخواتي الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله لكي يكون في علاقة حميمية مع الرب فالله يعني يعتبر الإنسان التحفي التاج جمال الخليقة ولأنه مخلوق على صورة الله أعطاه السيادة والسلطان أنه يتصلت على كل الخلائق الأخرى فالإنسان مخلوق عاقل متميز له الصورة الروحية والأدبية على صورة الله موضوع محبة الله موضوع عناية واهتمام الله وبالحقيقة موضوع الفداء حتى لو ما استوعبنا هذه الفكرة أنه الفداء اللي كان مدبر في فكر الله قبل الأزل فيسوع المسيح هو مصدر الوجود وهو أساس الوجود وهو أيضا سبب الوجود لأنه موجود قبل الوجود فإذن الله خلق الإنسان ولكن الإنسان آدم عصى ربه فغوى ابتعد عن الله كسر وصية وقانون الله وترد من الجنة ولكن لأن الله محبة فلم يرد أن يهلك آدم مع أنه قال موتا تموت وفعلا مات الموت الجسدي ولكن مش عاوز أنه آدم ينفصل عنه روحيا إلى الأبد فدبر ما يسمى أو ما نسميه في الكتاب المقدس خطة الخلاص وهذه كانت البداية وفعلا الموت يعني دخلت الخطية في آدم واجتاز الموت إلى الجميع لأنه آدم الأول هو رأس الخليقة القديمة آدم الثاني أو الأخير هو يسوع المسيح رأس الخليقة الجديدة بعد هذا طبعا العسيان الله دبر خطة فداء اللي هو عن طريق الذبائح الله عمل ذبيحة بنفسه اللي أخذ زمام المبادرة وألبس آدم حواء أقمسة من جل ليستر عورتهما وهذا كان طبعا يعني الطغطية أو الستر عورة الإنسان ولكن بنشوف أنه آدم علم أولاده هبيل أن يقدم ذبائح حيوانية تسفك دمها حتى يكفر عن الخطايا وبالإيمان ذبيحة هبيل أو قدم هبيل ذبيحة أرضى الله فذبيحة هبيل يعني إذا كانت الذبيحة الأولى للستر عورة الإنسان الذبيحة التانية كي ترضي الله يتنسم رائحة الرضا والسرور وهكذا أحبائي بعد هبيل نقرأ أنه ازدادت الخطية ازداد الشر والفساد كل تصور فكر الإنسان إنما هو شرير فقرر الله أن يبيد كل البشرية عن بكرة أبيها ولكن الله بعدالته محبته في نفس الوقت في شخص كان تقي يخاف الله إنسان بار صار مع الرب اللي هو نوح وفعلا نوح بعد يعني سمع أمر الرب وجمع من كل حيوانات الأرض زوج زوج معدى الحيوانات الطاهرة من كل نوع سبع أنواع الحيوانات الطاهرة شفنا أنه بعد ما خرج من الفلك بعد ما نشفت الأرض وكان الطفان عالمي طبعا اللي غطى كل وجه الأرض فمنشوف أول شيء بيعمله نوح بيقدم ذبائح شكر وعرفان وجميل وطبعا رب أعطى وصية أنه اللي بيصفك الدم أيضا دمه يصفك هذه قبل الشريعة شريعة موسى الذي قال لا تقتل فهذه الدبائح كانت في عهد يسمى عهد نوح اللي هو قوز قزح الألوان اللي منشوفها بعد المطر وهذا العهد طبعا أنه الله مش رح يهلك البشرية مرة تانية من خلال الطفان وبعد نوح منشوف أنه الله بيبتدي يحصر الخليقة من خلال عائلة وهذه العائلة أنه الله اختار إبراهيم دعا إبراهيم من العراق على الأرجح كان عمره سبعين سنة وراح هاجر إلى منطقة حران اللي هو منطقة تركية قريبة من جهة سوريا ولما الله دعا من حران كان عمره خمس وسبعين سنة وابتدأ الارتحال بالتوالي يعني وصل إلى منطقة نابلس اليوم اللي هي شكيم عند بلطات مورا ومن شكيم وصل إلى منطقة تسمى بيت إيل وهناك بنا مذبح للرب وقدم طبعا ذبائح اللي هي ابتدأت فكرة العبادة أنه نعبد الله وبعد طبعا بيت إيل ذهب كمل إلى بير السبع وكان الارتحال إلى مصر لأنه كان في قحت كان في مجاعة الرب أنقذ إبراهيم من مصر ورجع طبعا إلى نفس المنطقة اللي كان ساكن فيها سواء أحيانا في الخليل اللي هي حبرون وأحيانا في بير السبع وفي فترة في المناطق الكنعانية أو مناطق فلسطين القديمة هناك كان بيسكن وابتدأ من العيلة طبعا إسحاق ويعقوب وبعدين الأصباط الاثنى عشر سافروا إلى مصر بحسب وعد الرب مكثوا هناك سبعين آسف 430 سنة وكان وعد الرب أنه يرجعوا إلى أرض الموعد إلى أرض كنعان وفعلا لما رجعوا الله ابتدى يتعامل مع شعب مش بس فكرة العائلة صار فيه تنظيم إداري سياسي حربي اقتصادي وطبعا أخذوا الشعوب كنعان وأمر الشعب القديم بإبادة هذه الشعوب بسبب خطاياها الكثيرة وابتدأ الرب يعلم عن العبادة الحقيقية لشعب إسرائيل في سفر الخروج 19 وعشرين الله في عهد مع الشعب أعطى الوصايا العشر في خروج عشرين ثم أعطى فكرة بناء مبنى للرب لعبادة رب ما تسمى خيمة الاجتماع وهناك كان الله يطراء ومجد الرب كان بيظهر وكان يتعامل مع شعب إسرائيل ثم بعد الأرض كان في عصر اسمه الآباء ثم عصر القضاء وابتدى عصر الملوك مبتدى من الملك شاول وبعده الملك داود اللي جهز لبناء بيت الرب اللي بناء سليمان بعد سليمان انقسمت المملكة وعند انقسام الملكة الله كان بيتعامل مع المملكة الجنوبية مع ملوك يهوذة أغلبهم كانوا أو جزء منهم كان فعلوا ما هو مستقيم في عيني الرب وطبعا بقي هذا الوضع بين مد وجزر بين انتعاشات روحية وبين التراجع إلى السبي الأول السبي الآشوري سنة 722 قبل الميلاد وبعدها السبي البابلي سنة 586 يعني سبوا يهوذة إلى منطقة بابل وكما تم كلمات الرب عن طريق الأنبياء انه رح يرجعوا بعد سبعين سنة في فترة حكم بلاد فارس فحسكيال تنبأ وارمياء تنبأ والنبي دانيال تنبأ عن هذا الرجوع وانه الله استخدم كورش إشعية 45 أول 3 أربع أعداد وسمى هذا الاسم قبل 180 سنة من رجوع طبعا الشعب يعني ما كانتش موجودة أصلا مملكة مادي ومملكة فارس فمنشوف معاملة طلع من سفر التكوين إلى رجوع إسرائيل ومنشوف أيضا كانوا تحت الحكم بعد موت الإسكندر بحسب نبوة دانيال انقسمت مملكته إلى أربع جنرالات ولكن الوحي بركز على مملكتين مملكة السلقيين في سوريا ومن مملكة البطالسة أو من بطليموس في الجنوب في مصر والمملكتين المسكورة في الوحي بيتنازعوا على أرض فلسطين قديما اللي هي الأرض المقدسة لأنه كانت المنطقة تعتبر جسر بين ثلاث قارات فاللي ينتصر بيأخذ هذه المنطقة هو الذي يحكم كل هذه المناطق طبعا من ناحية مادية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية أيضا حربية والسياسية أيضا وهذا تم ضل استمر إلى فترة أنتيخوس أبيفيناس اللي قدم ذبيحة محرقة خنزيرة على مذبح حيكل الله اللي بسميها الكتاب حسب نبوة دانيال رجسة الخراب أو النجاسة اللي تمت في أقدس مكان عند اليهود أنه عم تقدم ذبيحة خنزيرة ضد تعليم اليهود فقامت الثورة يعني اللي هو المجتمع الحسموني أو ثورة المكابيين وأخيرا طبعا انتصروا وحكموا فترة زمنية إلى مجيء الرمان عن طريق بومبي أخذ كل المناطق وطبعا ابتدأت المنطقة تزدهر في أيام يوليوس قيصر وبعده أغسطس قيصر وصلت إلى العصر الذهبي وهذا مهم جدا في أيام أغسطس قيصر ولد يسوع المسيح فكل هذا التاريخ كان بركز الوحي على شخص الرب يسوع المسيح جاء يسوع المسيح والهدف الأسمى لمجيء المسيح أن يقدم نفسه ضحية فدية كفارة يموت موت بديلة عن البشرية لأنه ما في أي إنسان ممكن يخلص الإنسان إلا ابن الإنسان الكامل بلا خطيئة حمل الله الكامل بلا دنس بلا عيب بلا لوم يسوع المسيح قدم الفداء وهكذا أحباء اللي بيثبت كل هذا التاريخ هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات فأصبحت موضوع كرازة التلميذ امتدت الكنيسة إلى كل أنحاء الأرض ولكن كما يقول الكتاب النفسة التي تخطئ تموت والأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض هكذا أحبائي أباد الله شعوب وأمم كثيرة لأنها ابتعدت عن الله واليوم أحباء إحنا عم نشوف سيرة أو مسيرة اللي تنبأ عنها الرب يسوع المسيح كيف منعرف أنه نبواته حقيقية تنبأ عن موته مات على الصليب تنبأ عن قيامة قامة من الأموات ظافرا ومنتصرا تنبأ عن أورشاليم لا يبقى حجر على حجر تمت نبوة المسيح في سنة سبعين ميلادي والتتم الأكبر في سنة مئة واثنين وثلاثين ميلادي في أيام الإمبراطور هيدريانوس حرفيا حرت أورشاليم وبنى أورشاليم اللي سماها إلياء كابيتولينا واليوم الخارطة موجودة في الكنيسة الأرتدوكسية من القرن السادس في أيام الإمبراطور جستنيان موجودة في أرضية الكنيسة خارطة أورشاليم إلى هذا اليوم ولاحظوا أن كل الأمور اللي تكلم عنها الكتاب عم بتتم في متى 24 تنبأ المسيح عن أوبئة وعن مجاعات وعن زلائل زلازل وعن حروب وأخبار حروب ما في يوم عم بيمضى عم بمر إلا عم نسمع أخبار حروب وهذا أحبائي إن الساعة تقترب إلى مجيء ابن الإنسان إلى رجوع يسوع المسيح اللي ابتدى التاريخ اللي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء من يستطيع أن يقول أنا هو الأول والآخر قيلت هذه النبوة أو هذه الكلمات عن يهوة في نبوة إشعياء في العهد القديم فالمسيح قالها عن نفسه فكل التاريخ سواء إحنا مش عارفين إيه اللي مخبّة وإيه اللي رح يصير ولكن إحنا منعرف من علامات عم بتتم في هذه الأيام الأخيرة في الأيام الأخيرة مكتوب ستأتي أزمنة صعبة على الجميع وفعلا ما يسمي الكتاب مبتدأ الأوجاع وهل ستبقى هذه الأوجاع لتزداد إلى حرب شاملة إلى حرب مبيدة إلى حروب وإلى ظروف قاهرة جدا اللي منها ممكن ندخل إلى ضيقة عظيمة جدا لم نشهدها هل يعني في أيامنا رح نشوف المسيح الكذاب اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس ولكن على أي حال نحن لا نعلم التوقيت الإلهي ولكن كل ما نعرفه من كلمة الله كل الأمور اللي تكلم عنها الكتاب عم بتتم عم بتسير ولكن الكتاب بحذرنا حتى نكون مستعدين للقاء يسوع المسيح على فكرة التاريخ ابتدى في المنطقة سواء العراق، سوريا، تركيا، لبنان، إسرائيل، فلسطين، الأردن ستنتهي في هذه المنطقة في هذه البقعة الجغرافية طبعا هذه ليست النهاية لأن الله عن بعد أورشليم الجديدة والسماء الجديدة والأرض الجديدة ما لا يخطر على بال لم يتصور أي فكر صعب تستوعبه في العقل المحدود العقل البشري لهذا السبب كل التاريخ عم بيصير إلى النهاية حتى كما يقول الكتاب صارت ممالك العالم للرب ومسيحي أوعك تغلط إنه كأنه الأمر فلت زمام الأمر لا حبيبي الله هو المسيطر وكل اللي عم بيصير هو تجهيز وإعداد للمرحلة الأخيرة في هذه اللحظات أقول أحبائي بكل جرأة العالم يحتاج إلى يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا في كل مكان ماذا يحتاج العالم قال الرب يسوع المسيح في بنياس في قيصرية فليبوس في الشمال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لن تقوى عليها فإذا أحبائي بغض النظر الظروف الصعبة في كل هذه المناطق اللي ذكرتها على فكرة في يوم من الأيام كانت غز مهد الكنائس والحضارة المسيحية والمجلس الأسقف حتى في مجمع نقية في سنة 325 ميلادي وكنائس ومدارس ومستشفيات ما زال حتى يومنا هذا مع أنه عدد المؤمنين قل جداً في منطقة غزة ولكن في كنيسة عم بتصلي كذلك الأمر في لبنان الكنائس عم بتصلي يعني أنا كتير أصار لما بشوف يعني رسائل عديدة سواء على الجروبس اللي بيطلبوا الصلاة الكنيسة عم بتصلي كذلك الأمر في كنيسة ضفة مجالس المجامع الكنسية سواء الثلاث مجامع في إسرائيل فلسطين والأردن كلهم متحدون اتحاد واحد ليه الصلاة من أجل طبعاً أنه الله ينهي الحرب وترجع الأمور كنيسة عم بتصلي وبتستغرب عزيز المشاهد الكنيسة أيضاً في إسرائيل مش بس العربية أقصد اللي من أصول فلسطينية ولكن المسيانة كتجوز حتى اليهود المؤمنين بالمسيح على فكرة برضو بيواجهوا اضطهاد ولكن الأعداد عم تتزايد بشكل مذهل لدرجة أنه وصل عدد المؤمنين من خلفية يهودية أكثر من عدد المؤمنين مجتمعة من اللي من خلفية فلسطين وإسرائيل حتى الأردن أعداد بشكل مذهل أيضاً بيصلوا من أجل الوضع الحالي لهذا السبب أحبائي أنا مع الناس ومع الرب أنا مش ضد أي إنسان الإنسان فيه طبيعة فازدة والمسيح علمنا عن السلام وعن المحبة وعن التسامح وعن الغفران والرسالة المسيحية انتشرت بالمحبة مش بالسيف وأنه ناس ما كانوش يفكروا في مصالحهم باعوا كل ممتلكاتهم حتى يربحوا يسوع المسيح وكان الغرض من التبشير والإرساليات ليس للربح ولكن لربح النفوس حتى النفوس تحصل على الحياة الأبدية وتكون إلها السماء من نصيبها لهذا السبب ضحوا بكل غالي ونفيس باعوا كل ممتلكاتهم لم يعني لم يجمعوا نساء لم يجمعوا الخيل لم يجمعوا لم يستخدموا السيف بل بالعكس راحوا إلى الاضطهاد برحب الصدر ويعني استشهدوا من أجل رسالة المسيح بكل محبة لأنهم أحبوا يسوع المسيح فالسؤال ماذا حدث في هذه الأيام ماذا تحتاج كنيستنا ماذا تحتاج رسالتنا وأنا نفسي أسمع رأيك في هذا الموضوع تدخل على السوشال ميديا في الموقع بتاعنا وبحب أعرف تعليقك في هذا الموضوع طبعا ربنا ضد العنف والعنف بسبب اللعنة وهذا المجتمع وهذا العصر عم بيتميز بالعنف مش بس العنف الحروب اللي منسمع والقتل يعني عندنا فيه ظاهرة حاليا في الجليل يعني عصبات المافيا والقتل بشكل يومي على أساس الأتاوى أو الخاوى يعني عاوزين كل إشي ببلاش والناس عم تقتل والأبرياء عم تقتل وما كأنه يعني أصعب وأخطر شيء لما بيكون فيه غياب العدالة وغياب القانون والكتاب المقدس يعلم بسفر الأمثال إصحاح 17 واسمعك كويس هذا رأي إلهي مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب وإحنا اليوم صارت السوشال ميديا أكره أو أكفر فلان أو أزنب فلان أو أبرئ فلان بدون ما أتبع النظام الكتابي أو الحكم الكتابي في هذا الموضوع وعلى الطرفين أشرار على كل الأطراف بصراحة أيضا آية تانية في سفر الجامعة إصحاح خمسة والآية تمانية مكتوب إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما في رب شايف عدالة الأرض يعني بقولك كيف إنه الله موجود وإلا كيف تفسر كل هاي عدالة الأرض والناس المظلومة في الأرض إذا ما فيش عدالة في السماء مين اللي بدي أخذ حقي ومين اللي بدي دافع عني ومين اللي بدي حامي عني ومين اللي بدي عاقد ومين اللي بدي دين الله وحده هاي واحدة من الأسباب ودليل مهم على وجود الله طبعا في أدلة كثيرة وطبعا هذا العدل هي واحدة من الأدلة القوية جدا على الأرض خليني أخد مكالمة معانا مكالمة من لبنان الأخت صمر أهلا وسهلا أخت صمر أهلا وسهلا فيك كنت معانا على الهوى سلام المسيح حضرة الأسيس نظار سلام المسيح معك أهلا وسهلا بركة الرب يسوع معك ومع كل العاملين بهالبرنامج نور لجميع الأمم اللي هو فعلا اسم على المسمى من جميع المشاهدين والمتابعين عم بشوف يعني على الكمبيوتر أنت من لبنان نعم من لبنان طيب إحنا طبعا وتفضلي من أمريكا ولا من الإمارات أنا من لبنان الوضع اللي حاصل بلبنان والمحيط فينا وبوسط هالضارف اللي نحن موضعين فيه أنا عم بحكي معكون وبحب شجع الكل يا أسيس إن الرب معنا والرب موجود والرب حي أمين يعني أعطينا فكرة أكتر شوية عن اللي بيصير حاليا في لبنان أنا عم بتابع طبعا الأحداث أنا عارف إنه النازحين من الجنوب عم بيستقبلوهم في المدارس وفي الكنائس أيضا وطبعا فيه حاليا إحنا يعني منصلي إنه أكبر عدد ممكن إنه يساعد إعانات إنسانية للوضع الحالي والقائم سواء في غزة أو في لبنان أيضا نعم تفضلي نعم الحقيقة حجمة الأسيس الكل بيعرف لبنان قطعة صغيرة كتير لكن حاضن شعوب كتير أحب حاضن لبنان اللي بيستقبل نازحين أكبر هو نازح بقلب بلده وأنا بحكي معكم من منطقة كمان نستقبل النازحين والأصف العنير اللي عم ينزل من حولنا وجانبنا فعلا أمر محزن إذا بنطلع بالعالم أمر محزن جدا لكن لما منطلع الصوب الأعلى في رب فوق بعين بنشوف بوسط كل الظروف إنه إلهنا موجود إلهنا حي آمين 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 أخت صمر طب إيه إحنا ممكن يعني كخدمة إيه ممكن نساعد في في لبنان الحقيقة أول مساعدة هي الصلاة آمين والإنسان إنه فعلا يآمن ويكون عنده إيمان إنه إلهنا حي إلهنا عارف كل شي وشايف كل شي لكن إحنا بهاش أدمن أن يقاد الناس يا أستيس أدمن الناس تمج إيدا بالمساعد إذا الإنسان من نفسه ما كانت عيونه على الرب وقلبه على الرب ما رح يقدر يعيش السلام ولا رح يقدر يعرف السلام ولا رح يقدر يطلع من هيد الفوضى ومن هيد الفوضى اللي عم ننبغي آمين أخت سمر يعني ربنا يحميك وربنا يستخدمك في هذه الظروف الصعبة وبحب أأكد لكم إحنا من طرفنا وفريق كامل في الخدمة عم نصلي من أجل لبنان وبشجع كل الأخو والأخوات المشاهدين يريت حتى عشان نشجع إخوتنا وأحباءنا في لبنان حطيك صلاة صغيرة يعني أدخل على الموقع بتاعنا صلاة صغيرة من أجل لبنان والرب حي والرب بيسمع ومش مهم إذا كانت كلمة والجمل كثيرة الرب حي وبيسمع صلواتنا أخت صمر أنت في فكرنا وصلواتنا أيضا ربنا يحميك وربنا يباركك أيضا شكرا جزيلا قبل قبل ما يقول شكرا لإلك ولكل بحب قول آي ووجهها لكل المستمعين مثل ما تفضلت وقلت إن كنا في لبنان أو لأهل غد أو لأي بلد من هالبلدان إقالي على هذه من هالظروف والأوضاع اللي مرأوا نزيلوا عم يمرأوا فيها نحن كلنا بحاجة لواحد مثل ما بيقول بإنجيل لؤة أي عشرة والعدد 42 ولكن الحاجة إلى واحد والرب بقالنا ارجعوا إلي بكل كلوبكم بكررة بأكتر من ستر مفروض نرجع لعند الرب واللي بيقول أنا بحطة من الفل أنا بحطة من الفل اللي هنا موجود بيقول بمظمور 91 أستاكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت أقول للرب ملجأي وحسني إلهي فأتكل عليه عم نشوف يا أساس نظار إنه الناس عم بتتكل على رؤساء على أشخاص على بشر والإنسان إنسان مين رح يقدر يعطي السلام غير إلهنا رب ورئيس السلام فما في خلاص إلا برب الخلاص بيقول بأعمال 14 وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعط بين الناس به ينبغي أن نقل هو يسوع المسيح فأنا بحط هذه اللي سبق وذكرتها بمضمور 91 أستاكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت أقول للرب ملجأي وحسني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيق من فخ الصيار من الوباء الخاطف بخواسير يظلل وتحت أجنحته تحتمي طرس ومجن حقه لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجاء ولا من هلاك يفسد في الظهيرة أستيس نظار عم نشوف نحن سهم يطير في النهار سهم أسهم تطير في النهار وفي الليل لكن نشكره قال لا تخش من خوف الليل الدرد الأصف الرعب والسهم النار اللي عم بتطير بالسماء لا تخش من خوف الليل لأنه استاكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت أحب أقول كل المستمعين مثل ما بيقول الرب ارجعوا إلي فأرجع إليكم نرجع للرب نلتفق للرب نسلم قلوبنا للرب نطوق عن خطيانا ونقول يا رب أطلب وجهك أنت حاجتي أنت خلاصي أنت ملاذي فيك أحتمي وأنت ستري وصدقا ما حدا بيطلب الرب وبيرجع من عنده خايم ما حدا بيطلب الرب والرب بيرفضه أنا بحب أقول للكل ارجعوا للرب إليه نحا هو الحي هو المطلس وفيه الخلاص وأنا بحب أطلب منك أنك أنت تعطينا تشجيع يا حضرة الأكتس ما عندي أي شك بكل شي بتقوله وبمحبتك وبالكلم اللي بتقدم للكل فبطلب منك كمان تعطينا تشجيع أمين أمين شكرا كتير أختي صمر الله يباركك ويحميك وإحنا راح نكمل بالصلاة يعني الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع أنه هو رئيس السلام هو مصدر السلام لأنه هو سلامنا في آية كتير كتير حلوة هاي الآية كانت للمسبيين في أرض بابل أرمياء النبي بيتكلم في إصحاح 29 من آية 11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة يعني مستقبل ورجاء فتدعونني وتذهبون وتصلون فتطلبونني وتجدونني إن كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم فكر الله تجاه تجاهنا فكر سلام الله رح يحول كل الأمور للخير أنا أنا فعلا يعني شايف لقدام في فرص للكرازة ورغم التدهور وكثرة الإثم في هذا العالم ولكن عم بشوف برضو يعني اتخيل إن اليوم في ملايين إحنا مقول العدد المسيحيين بيتناقص في الشرق الأوسط هذه معلومة خاطئة على فكرة يمكن المسيحيين التاريخية المسيحية التاريخية في هجرة كبيرة عم بيتناقص وعم بيرجع إلى خلق ولكن في ملايين ملايين من المؤمنين من خلفي إسلامية ومن خلفيات أخرى سواء الدروز أو آخرون مؤمنين بالمسيح ولكن بسبب الأنظمة في يوم للأيام الله رح يفتح الأبواب رح يكون في حرية وأنه الإنسان يختار الدين ويعبر عن فكره ويغير اسمه أو دين أو كلا عندها رح تشوف الملايين الملايين الموجودة حاليا في الشرق الأوسط وهي أفكار يعني جميلة جدا اليوم يعني برضه في العالم عم نشوف تدهور أخلاقي في الغرب وفي الشرق كمان وعك تقول لبلاد الغرب لأنه مثل ما حكيتها أكتر من مرة وتزعلوش مني 80% من شعب الشرق الأوسط متدين 80% بيدخل مواقع إباحية كيف بتفسر هاي المعادلة هو في شيء اسمه دين سي على ربك وسي على قلبك ما بتزبطش هاي المعادلة في المسحية لا اعزلوا الخبيث ما فيش يعني تنصر أخاك ظالم والمظلوم لا 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 الشخص الفاسد اعزلوا بغض النظر لو كان ابن ملك فإذن التدهور الأخلاقي في كل مكان الفساد السياسي اليوم السياسي صارت سلعة اللي هو الأقوياء يعتاشوا على أكتاف الفقراء بدل من نتعلم الوطنية ونحب الوطن عم نكره الناس في الوطن عم نترك الأوطان ونروع على دول الغرب ومنيجي على دول الغرب منسب الغرب ومنلعن في الغرب ونصير نفكر في الوطن بتاعنا كله رياء برياء كذب في كذب وبعدين بعد الحروبات بعد كل هاي الحروبات رح تشوف اشي مفاجئ الزعماء عم بهنوا بعض هنيئا انتصرنا انتصرنا اين الأمهات الأرامل المنكبات ماذا عن اللي فقدوا أولادهن بيوتهم يعني انت تقول انتصرتوا طب والناس هاي العادية وين تروح وناس ماتت من أجل الوطن والوطن هو نفسه مش وطن عم بيخدع الناس فهمين علي انا عن ايش بتكلم يعني فعلا اشي مزهل في هذا الموضوع يعني هذا موضوع كبير انا مش عاوز اكون محلل سياسي لانه الدنيا عم تتدهور سياسيا وعلى ما يبدو ان الحروب القادمة رح تستخدم الذكاء الاصطناعي وانه تشويه السمع والآخره ومش بس التكنولوجيا حرب التكنولوجيا اليوم تسيمز على ما يبدو هي الحروب اللي الاكتر متفوق تكنولوجيا هو رح يكون المنتصر وهكذا يعني فساد سياسي كمان نقطة يعني خطيرة شوي فقدان الثقة بالدين او خلينا اقولها برجال الدين من ناحية في شيطنة الخدام نحكي على الخدام او على الكنائس ومن ناحية اخرى المديح الاكتر من اللازم رفعهم الى السماء بنعملهم نجوم سينما للخدام وعلى كل الحالتين هذا خطر بشر احنا بشر عاديين بنفشل وبنسقط وبنوقع وبنخطي كل يوم احبائي واحنا عايشين في نعمة الرب لولا نعمة الرب وعك ترفع حد هي النعمة اللي بتحفظ والنعمة اللي بتبارك صدقني فلا تشيطن ولا تعمل شخص نجم او عملاق لانه كله اصلا من الرب احنا ما منسوى اشرة البصل التدهور الاقتصاد في كل مكان يعني عم نشوف الاتصاد في اغلب العالم عم بتدهور طبعا في الغنب يغنى والفقير يفقر الى اخره خلينا اخد كمان مكالمة من سيمون اهلا وسهلا اخ سيمون ات معانا على الهوى تفضل شكرا سلام الرب معكم جميعا ومع المشاهدين اهلا وسهلا اخ سيمون انا بدي اشكر اول شي شعوركم واحساسكم معنا بهالليل بهالوضع اللي نحنا مرين فيه الوضع الصعب والمرير اللي قالت الحرب عم تتكلم فقط في هيدا الايام ونحنا ما زالنا نؤمن ككنيسة وكشعب لالله انه شمس البر ستستع والشفاء في اجناحتها وكل ما يدور حولنا ينبئ بمجيئا رب يسوع المسيح له المجد امين افضل اخ سيمون انا كنت عاوز يعني طالما انت من لبنان يعني احكي لنا شوية عن اللي بيسير حاليا معكم في لبنان بالحقيقة فجأة اخ سيمون الخط عم اه اه تفضل تفضل اخ سيمون يا الظاهر انو الواي فاي عندك الكنيكشن ضعيف لكن اتصل فينا اللبنانيين خاصة جنوب البنان وبقاع والبقاع هلا احسن انو الماضي الاليلة تعاني انت معانا مسموع ايوة انا بقى عم اقول انو اه باليومان الامواضيين استيس قالت الحرب كانت كتير قوية على شعبنا والنازحين ما بيطروا ينزحوا عن بيوتهم الى شمال اللبنان طيب هدا عم التغيير ديموغرافي وتغيير جزري يعني ابنا وعلينا نحنا جميعا حتى نحنا اللي بالمناصر فيه نوعا التضادع الاجتماعي اه يعني الناس معادة بيوتها صارت طيب الظاهر انو الخط ضعيف اخسيمون اسف اخسيمون لانو الخط عم بيقطع ولكن فهمنا الجزء يعني الاكبر من من رسالتك انو النازحين من الجنوب عم بروحوا على المناطق الشمالية وعلى منطقة البقاع وطبعا فيه تغيير ديموغرافي في كل المنطقة لكن احنا منصلي من اجل السلام ومنصلي من اجل فعلا تدخل الهي في هذا الموضوع احبائي حاجة العالم اليوم الى يسوع المسيح لا رجال الاصلاح ساعده ولا رجال الدين ساعده ولا حتى رجال السياسي ساعده ولا رجال الاقتصاد ولا ولا اي يعني مفيش يعني عم ب منشوف عكس هذه الامور فخلينا نيجي للشخص اللي اللي هو المصدر اللي عنده القدرة انه يسندنا ويساعدنا جاء يسوع المسيح ليعالج مشكلة الخطية طبعا جاء يسوع ليخلص من الخطايا كما قال رسول بولو الصادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطا الذين اولهم انا فاذا واضح انه جاء حتى يخلص الخطا ثم جاء يسوع المسيح ليفتدينا افتدانا من لعنة النموس النموس او الشريعة بتقول بتحكم علينا اننا خطا ولكن النموس لا يعالج مشكلة الخطي النموس يوجهنا الى يسوع المسيح المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص فاجه افتدانا من لعنة النموس اللي حلت علينا لانه ما في اي انسان كامل ثم احبائي جاء يسوع المسيح ليمنح السلام الحقيقي قال سلاما اترك لكم سلام اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا سلام المسيح سلام حقيقي ليس سلام مزيف ولا سلام مبني على المصالح الشخصية او المطامع هو اصلا اسباب الحروب من اين الحروب ومن اين المخاصمات يعقوب اربعة من جوة تبتدي الحرب بسبب الانانية بسبب الكبرياء القهر عاوز يعني يقتحم عاوز اموال بسبب الطمع بسبب الانانية كل اسباب الحرب وطبعا منها الاسباب الدينية التوسع الديني هو اسباب بسبب الكبرياء والانانية في داخل الانسان جاء يسوع المسيح ليعطي ليشهد للحق وهذا مهم جدا لان يسوع قال انا هو الطريق والحق والحياة فاذا جاء ليشهد للحق جاء ليعطي حياة الصارق لا يأتي الا ليصرق ويذبح ويهلك هذه صفة الشيطان قد تالا كان منذ البدء بيصفك الدماء عنيف لكن المسيح قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل ثم جاء يسوع المسيح ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك المسيح جاء لخير البشرية جاء حتى يخلص البشرية جاء حتى يفتدينا من لعنة النموس حتى يحررنا حتى يعطينا حياة ابدي حتى اسماء تكون مكتوبة في سفر الحياة حتى يقدم لنا الفداء الكامل بغض النظر سواء مظاهر العنف في كل مكان من الشراسة من النجاس من التعاس حتى كل هذه الأشكال جاء الرب حتى يحررنا منها حتى يعطينا الحياة الكاملة بواسطة يسوع المسيح فالعالم يحتاج أحباء إلى يسوع وشفنا أن الكتاب يسير بتسلسل وتناغم من أول صفحة إلى آخر صفحة فإذا من تتبع الشخص الحي الذي قام من الأموات الذي قال إن حي أنتم ستحيون أم تتبع أنبياء ميتون إلى هذا اليوم في قبورهم أنا بحب أراهن على الحياة على شخص قام من بين الأموات وأمام شهود كثيرون أكثر من خمسمائة شاهد شافوا المسيح دفعة وحدة فأنا أتبع المسيح الحي حاجة العالم القسوى إلى يسوع المسيح فهل تعطي حياتك ليسوع المسيح لا تغامر ولا تقامر ولا تجازف بحياتك نفسك مهم جدا للرب أطلب الرب الآن أقول ارحمني يا رب أدعوك إلى قلبي وحياتي وبصلي من كل قلبي إنك صليتها وطلبت الرب إلى اللقاء